الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أكرمنا وكرمنا أكرمنا فهدانا للإسلام وكفى به نعمة وكرمنا فجعلنا خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه لا راد لفضله ولا معقب لقضائه ولأمره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين حياكم الله أيها الأحبة الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا كل أعمالنا وكل طاعاتنا اللهم آمين أيها الأحبة الكرام عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك فتعالوا أيها الأحبة الكرام لنتعلم هذه العبارة وهي احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده أمامك أو تجده تجاهك فما معنى أن نحفظ الله عز وجل وأيضا ما معنى أن يحفظنا الله عز وجل أيضا فأولا احفظ الله قال علماؤنا رضوان الله عليهم احفظ الله أن يحفظ حدوده وأوامره ونواهيه فإن وجدت أمرا فنفذ وإن وجدت نهيا فاجتنب وإن وجدت حدا فقف عنده فالإنسان كما أمرنا ربنا عز وجل في هذه الحياة فهو في تكليف كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لذلك لا بد للإنسان أن يحفظ حدود الله عز وجل وأوامره ونواهيه كما قال الله عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تستحيون الاستحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى بل ليس هذا فحسب بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين فرجيه أو ما بين فكيه ماذا قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه أي اللسان ضمنت له الجنة فلذلك أيها الأحبة الكرام معنى أن تحفظ الله معناها أن تحفظ حدوده وأوامره ونواهيه انظر إلى الجزاء فإنما الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ما معنى يحفظك؟ قال علماؤنا رضوان الله عليهم وحفظ الله لعباده على نوعين الأمر الأول أن يحفظ عليك حياتك وأن يحفظ عليك حياة أولادك وأولاد أولادك والدويرات التي حولك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله يحفظهم من ماذا؟ يحفظهم من كل سوء وبلاء يحفظ عليهم حياتهم يحفظ عليهم أمنهم فأول حفظ أيها الأحبة الكرام هو أن يحفظ الله عليك حياتك أن وحياة أولادك وحياة أولاد أولادك وأيضا الدويرات التي حولك والدليل موجود في القرآن وكان أبوهما صالحا أما الحفظ الثاني وهو أن يحفظ عليك دينك وهذه هي الغاية القبرى أن يحفظ الله عليك دينك وأن تموت على الطاعة فمن عاش على شيء مات عليه قال ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم فما أحسن هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راكدا فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وفرج كربنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا ووحد على الحق كلمتنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته